صباح الخير والربح اهواااااا اهوااااااااااااااااااااااا.. انه تستمر حال ذي ما قدمق جوجة ولكن انا ناموسيا ما العهوم spar 좀 اننا تنسى ه الم exceeded الكلمة بعدها. النموسية جاية من النموس. النموسية. سي بزاعة ما عنده تشي. اتكون جاية مشي لغة ولا تقدر تكون قاة امازيغية مش كون عرف. النموسية. واقعينا احنا المغربة ببحدنا لازين قولوا النموسية موحالشوش كينش بلد تتقول النموسية. يا جزيريين تقولوا اذا موحالش. ما زلت نفكر في هذا الخبار ديال 15% ديال المغربة لدينيين. انا تخنطن نكسر من 15% موحالشوش 15% لانها المغربة ديجا معروف عليهم انهم تيكذبو في الاستطلاعات الرأي. باع معروفة عليهم كدابة في استطلاعات الرأي. المغربة هيكذب. ولكن علش غايكذبو في مسألة ديال الدين. هدي ما بالعكس ما يمكنش يكذب في المسألة ديال الدين. مش كوني غادي يكون مومن وغايكذب في استطلاعات الرأي ويقول انا كافر. اه تجيني ما شبه مستحيلة. فاذن لا داروا استطلاعات الرأي ديال الدين وقال لهم واحد انا لاديني. راهم يفلم يا لاديني. ما يمكنش يكذب. علش غايكذبو. بالعكس دك لا يقول لهم انا مومن اللي يقدر يكون كداب. يعني عارفين نحنا تفى لعقلتو كن δك. كان واحد استطلع الرأي داره ديال ووش اه مع قلش YOBS سؤال ولكن دك اللازمة ديال واش انت مع العلاقات الجنسية الراضعيا ال Carnage or Nhahe اعجب عليك. وس لهم داخل سؤولون قلووا لق احنا ما بغ tenاش العلاقات مفغي ناش سيكس خارج الزواج. يعني هادو تسعدوا تسئل في المياه ديانا الناس هادو ديجا عندهم علاقات خارج يعني ايطار الزواج ولا باغين يديروها ولا فايتين ديرينها ورغم ذلك رغم ما غادش يقولوا فستطلع الرأي انه بالدنيا هانيا. هنا المغربات يكذبو في هذه المواقف هذه. يعني كم بات نقول دي مات تاليجي تدير مثلا احصائية ديال الدين. او مثلا كم تديرو في بعض الدول من تديرو لك الاحصاء وتتمشي اونلاين وتتعمر. او التي يصف دولك ورقة وتتعمر. فمين غادي جي متسألة ديال الدين واش غادي تكسب ليهم انا ملحيد ولا لا ديني. رعلا تقريبا اي لا ديني ولا ملحيد في المغرب غادي يكتب ليهم مسلم. لان ما عندك ما تربح إلي كتبتي انا كافر. ما عندك ما تربح عندك غير ما تخسر. سنعطي داك المثال ديال داك المثال المغبر اللي دي مثلا نقوله ديال واحد خونة مثلا بحل دك شي تلاحصاء القديم تيجي وتتقه في الطيور. غادي جي تق في الدار. الوليدة ديالك غا تحل باب. لغاiersك ومذكرة بين كلا هناك مسلمين واعلا كلا الكفار. معونة لمسكين الحاجة غادي تقول لي هندي okeجوك اي كفار وثلاثة مسلمين. رغتي تقول لي تقول لي احنا كلنا مسلمين الحمد لله الله أوتي اهوي لألكفار اهوي لأليهود يعني انا براسي لجاووطقو علي في الطار وقالوا لي انت مسلم ولا كافر انا قولوا لهم مسلم انا براسي لعي طولية في تليفون وقالوا لي هشام انت وش مسلم ولا كافر انا قلوا لهم انا مسلم لان انا ما عارف شخاخ تطلع على الرأي وش شكو اللي معيات شكو شكو راهنا فين كيلو مشكي وتنظن كثيرا الكفارة يقول لك أنا من غيري لك كانت أولاين واكاك أولاين وتحطي راتك وخايف انت في مجتماع خايف شكو شكو غيري يعرف عليك هات المسألة او شكو هادي او هادي ما فتتقول من دير حتياطات ديالك متى يقوله بلونجلي كافر يور اس فا يور كافرين يور اس فتطير هكو بيش تهني ناسك وما تطيرش مشكي ماكين ما تربح كين غير ما تخسر إلى إلا قلتي رأيك بصراحة وقلتي شنونتهم كتان ها به فا يعني صعيب صعيب تعرف ولكن تقدر تقدر تطير جلس النبط يعني جلس النبط كاين ماشي جلس النبط حتى تنخرب قاندة برام قلوب بالناس تقدر تدير تخمين تقدر تدير تخمين تقدر تدير تخمين عن طريق عن طريق التطور اللي تتشوف في المجتمع ويكين الحياة كين اللي تسنتعونا النار كامل ولغواتو هادي ولكن احنا سنعرفو ان ذو اللي تكونوا تغوتو وهم اللي تبانو الاغلبية تكون صامتة وتتهضرش ولكن تيجي واحد تجوجو لثلاثة تبدو يغوتو تديرو الهايلالا فتيسحابك بان نرا كل شي المجتمع دير بعلك خسنا نتابعو للمسألات لكن ما يمكنش نقولو ان ما كانش ما كينش واحد تحول كبير لللادينية او على الاقل الناس اللي مغير متدينين يعني بلا ما نقولو اللا دينية ماشي داروني اللا دينية ولكن الناس اللي ما مصوقينش لالتين اراهم كتير بزاف انا تنظن كتير من خمستاش في المية خمستاش في المية جاتني قليلة رغم ان ارادوا كل الناس اللي واعنين في الماط حسبوها ولقوا بانها بلوملاين وخاو كتير جينا قليلة جينا قليلة تنظن بانها غادي كل عدد اكتر بكثير يعني لانه الاخدينا مواقع التناكو اه مواقع التزاحم الاجتماعي غادي تلقى ان كاين واحد واحد ترنت ولا نقولو واحد المويول لانتقاد الدين ولا الهضرات ضد الطيار يعني وادشرة ماشيغي فالجروبات ديال اللادينيين ولا ذاك الصفاحات الكافيرة لا بعد المرات تدلقى بحل ذاك المرات كان واحد واحد المنشور واقعينا في اسبريس ديال ان منعو الحج على الناس دور ما نموف واحد البلادي اللي كانت عامرة بالمتدينين غادي تلقى تعاليق كلها تجمشي تجاه الله المستعان لا حلو ولا قوة الا بالله حلل البيران ومحلوش الحج ولكن تعاليق تقريبا تقريبا مياه في المياه ديالتعاليق هلاش تيمشي ويخسرو فلوزهم فلاش هاو من ناس الفقارة غير حدا هم يعونوا يعني تقريبا مياه في المياه ديالتعاليق او هاسبريسرا ماشي جديدة كافرة نفس الشي واحد المرة كان شي منشور كذلك واقعي لها في هاسبريس اوه كان عنده علاقة بالدين كنت توقع واقعي لها بوستيتو في الصفة تقريبا تقريبا مياه في المياه اي تعاليق اوه فيه انتقاد للدين مطلعينو الناس دياليليه تامس اوب يعني دياليليه السبع الكبير الفوق واي تعاليق غادي فتجاه الدين دياليليه تامس اوب لتحت واش كانت يحملة منطبة ديال الكفار والناس يعجب مطلعينو الناس يعني تتعب برشوية على المجتمع ف كذلك دي ما تنظر على البالتوك ولكن البالتوك تهواره واحد تغيير خطير في البالتوك هذي غير واحد سنوات كان يعني ما كنتيش تخيل بانه غورة في الناس العلمانيين غير المتدينين انها تكون يلطب و يلطب و يلطب و يلطب و يلطب و يلطب و يلطب كين واحد تتحول الى عدم اخذ الدين بجدية يعني هذا شيء ازوين غادين في اتجاه ديال انه الدين غا يولي مسألة شخصية مسألة احتفالية بحال تكشي اللي كين في اوروبا ما زال ما زال ما زال قدامنا طريق طويلة ولكن احنا غادين في الاتجاه وسنضمت العدالة و التنمية ساعدات طريقة غير مباشرة في هذا شيء كما ساعدات حكما ساعدات حكومة الاخوان فيما يصبح طريقة غير مباشرة لان كين فرق ما بين تكون اعايش على الحلم وان ذاك الحلم يتحطم في الواقع كين احنا كنا عشنا هاد الوهم هادا هاد الوهم هادا هاد الحلم هادا دي العودة الخلافة بحكم الاسلام وبالنار قادين الامر تولي والي يعني اتولي عايشة صاحبي تدربكم خالد بن الواليد وعمار وعندك القادي في حال عثمان وعندك عندك في الجيش حمزا ولكن فقنا على كابوس مرعب ديل النار وخي يحكموا الحياة ما غايتخير والو وغايتبقى الامر كما هي بل اسوأ وقاعد الناس اللي تيغوتوا بغين دين تا الناس اللي مش يزعموا ذاك اللحياة والتديون ولكن باغين الشريعة تحكم ما عارفينش كيفاش غايت تكون الامور مين غايت يحكم الشريعة هم اول واحدين غايت ياكلوا الدق شوف ما يصر لي مش يزعموا حكموا الشريعة اشي تحكيم ولا اشي حاجة يالله بغاو يتلونساو والشعب كراه الشعب كراه حياته فما بالك لو يكون عندنا مزالا في المغرب ذاك الاجواء ديالطاليبان والناس تيصحابهم طاليبان راه ما طاليبان راه لا علاقة بالدين واذاك راه متحج جيريين واذاك هو الدين وش تيصحابك غادي تقدر المرات تلبس اللي بغات وش تيصحابك انك تقدر تلبس اللي بغتي وش تيصحابك انك فرحان الشريعة الإسلامية وتمشي مع صاحبتك تدوره في الابلاج ولا تدوره في الغابة ولا تدوره ولا تدوره وش تيصحابك الشريعة الإسلامية وتمشي المرجع نجيب الشراب وش تيصحابك تطلق الموسيقى راه هاتي غادي تعيش بها اللي غادي تعيش في الحبسة صحبي أبناء دم راه هم فيدي عندو واحد تصور سوريالي لتطبيق الشريعة زعما راحنا باخير مع ربي راه ما كينش تكلى اللعبة ديال انت باخير مع ربي وتدير اللي بغتي في ضيل الشريعة الإسلامية راه ما كينش راه هدكش اللي تتشوف داعش وتتشوف طاليبان راه هو اللي غادي يتطبق من غير يلا درسي القوالب قلتي وانزيدوش العيبات أو تاني في القانون باش نقولوا باننا راه تنطبق الشريعة وانت راه ما تتطبق شريعة موان إلا تطبقتي الشريعة لحقها وطريقها راه غادي تعيش فيلم ديال الرعب فقاعدوك اللي تيحلموا مساكن بالشريعة راه ما عارفينش شتيتسنهم ما عارفينش انا هترو على مسائل الجنس ما عانيت احنا في النموسية دابق فانت كا مغربي نقولو داكر قاما نقولو بنت احنا نقولو داكر باغيت نكاح باغيت تدير الجنس فضل الشريعة الاسلامية وانت مخدبش ما قادرش تشوج لا تقدرس بقتل 30 عام وانت يا مدير والو واش هادي حياة؟ واش هادي حياة؟ فضل الشريعة الاسلامية يا راه ما ندير والو ما عندك ما راه ما كي لا ما كنت شي متنفس من غير طبعا الى من طبقنا الشريعة الاسلامية واللي نحاكم العالم ووجبنا بنات الاصفر مدى فضلو مدى انت ذاك الحلم الدافين عند الدفع ويجيبوا بنات الاصفر ويبقوا يبيعوا ويشريوا في اسواق النخاس يبيعوا البنات ويشريوا البنات ويدبروا على الأرض وما قادرد اذا هو الحلم دي الوقت وعلى ثاني كان ذاك ال كان ذاك ال بعاد الإحصائيات اللذينيين مع الفيديو ديال الخون اللي قال لك السادية ما السادية شي ديال الرباط والعصا ودك شي مش ندوار أول فيديو ما ولد اللذين هاد الأصدقاء وهاد الأحباب وهاد اللي عسر عندي الوالو ما صيف طولنا فيديو ما شنا والو عادي نشوف وغاية اشتغيت صويرة والهضرة عليها وصافي ضيعتون الله يضيعكم دنيا وخير اللي عندو الفيديو صيف طولنا يرحم بها الوالدين فمعرفش لشنا يضع الضجة دي والله معرفش كل كل منقابة ما منقابة بحالي رزع ما رأي لدرتيني قابرة صافي راك انت إنسان صالح ودك شي ما واراج حال من الحيات يسرق واجحال من وحدة دير اني قابرة تدير 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 وخاج يرام نشي شي حاجة اللي تتبلي أنا فيها شي حاجة اللي أخلاقية أو اللي هذه مو ما نرا نقدر نكون تنخربق ليننمشتش الفيديو ما عرفش بالطبط شلوكين و لكن إلا كنت أن الواحد السيدة عزيز عليها العصا او لها واحد السيدة عزيز عليها العصا ولا عزيز عليها الرباط ولا هي عزيز اليها الربيط وتت çocuk ما عزيز عليها الرباط توجد ناس هذا المعروف ! توجد هذه المنت Absolument inpace กا وذا يكون logفstick ثم تدت ضددهاهم игра ل confrontано في هذه حاجة كل شي مشكل صراحة لا يتمس حاجاب ولا يتمس حاجاب لانتشي هاجم. بحالي لاشي واحد عزيز عليها القريس وقال لك قرصني. ولا عزيز عليها العضان وقال لك عضني. ما يعني من غير اللي عضيته حيتي لطرف دي اللي لحب من داته ويقول لي مشكل. ولكن اللي عزيز هالي شي حاجة هو انسان يعني كبير في العمر دياله. ما جاغ يفاكسيني كما تنقوله. وعزيز عليها اشي مبارسة فيها العنف ولا هاتي. ما شغلو هادك. فربما ان ذاك تصاور حي تعرضوا للعلان ولا ذاك الفيديو تتبان عن الناس الشي اللي ما عجبش ما عجبش شي واحدين. اما القضية دي المحجابة ولا منقابة ولا هاتي. هاتي لا تعني اي شي. لا شي. ولو. اه كلنا تنعرفوا الحجاب مش ضروري يكون قناعة دينية. كي اللي تدير الحجاب لانها. هادك هو وال لمعيار الاجتماعي ولا هادك هو وال. كل شي دير الحجاب بدا انت يخصد دير الحجاب ولا انها غادي تبان استثناء وغادي تبان عاهرة ولا غادي تبان متبرجة ولا غادي تبان. اه كي اللي تدير الحجاب باش تا يعني تبان انها انسانة متدينة وانها بنت دار وبنت الناس وهاتشي. كل كل واحد عنده الاهداف دياله. كما هادك اللي تدير اللحية راه مش ضروري انه يكون ايمانا واحتسابا يقدر يكون دير اللحية باشي باشي بيعو يشريم زيان ويتعتبر بانه انسان راه حقاني وانه تاجير نازيه ولا شي حاجة ولا انه باشي باشي بانو للناس ولا يبان متدين ولا ما كين كين جميع الاحتمالات الممكنة. ما مش ما الحياة ما تتعنيش ان ان انسان راه صالح كما ما تتعنيش مكما ما تتعنيش الحجاب ان واحد الانسان صالح ولا النقاب راه واحد الانسان صالح رغم لا علق الصلاح دي الانسان مش في المظهر دياله. ولا فشنو تيلبس ولا دي. ونفس الاتجاه بالنسبة على واحدة لابسة سيكسي راه ما تتعنيش بانها عاهرة. واحدة ما ديراش الدرارة ما تتعنيش بانها بنتصنقها ولا انها لا لا علاقة. ولا واحد مكرط اللحية بانه وراء انسان خيب ولا انه كافر ولا. او غدف الكفار كله مدير اللحية. فخصنا انت ابو لاد الامور ادي. اوصف طن الفيديو اللي ارحم بها الولدين. يعني غل راك عارفين اخوكم صحافي را خصوه باش يكتب ما قالوا تكشي خصو الماتريالو. فهدا مكان. نقضي شغالاتي. نبدأ بصلاة الصبح. بدأ صلاة الصباح. نبدأ بصلاة الصباح ان شاء الله. اخوكم المسلم. هشام. اللي تيداعي الكفر. يعني كفر في الطاهر ومؤمن في الباطن. سال الله وفراجكم. والى اللقاء في صباح جديد ومع اتمنقيلة جديدة. تحياتي.